بعد مرور شهر كامل على تمريد حكومة مصطفى الكاظمي في البرلمان منقوصة من سبع وزارات بسبب الخلافات على تقاسم حقائبها بين القوى السياسية صوت مجلس النواب السبت على منح الثقة لمرشحية الوزارات السبعة ووافق البرلمان على إحسان عبدالجبار وزير للنفط وفؤاد حسين وزير للخارجية وسلار عبدالستار لحقيبة العدل كما صوت بالموافقة على محمد كريم جاسب وزير للزراعة وعلى أحمد حسن وزير للتجارة وإيفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين وحسن ناظم وزير للثقافة والسياحة والأثر وشهدت جلسة البرلمان سابقتين لم تحدثا من قبل حيث قدم رئيس تحالف الفتح هذه العامر استقالته من عضوية البرلمان وعين القيادية في ميليشيا بدر عبدالكريم يونيس بديرا عنه على الرغم من كون ذلك اختصاصا حصريا لمفوضية الانتخابات ولم يعترض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بل أكد موافقته من خلال طلب عرض البديل على البرلمان لتأدية اليمين الدستورية وبحسب مسؤول سابق بمفوضية الانتخابات فإن تحديد البديل يجب أن لا يخضع لمزاج قادة الكتل بل يتم وفقا لعملية حسابية تجريها مفوضية الانتخابات وفق السياقات القانونية لتمنح أعلى الخاسرين حق ملء أي مقعد شاغر بغض النظري عن أسباب خلو المقعد سواء أكانت الاستقالة أو المرض أو الوفاة أو غير ذلك السابقة الثانية كانت تصويت البرلمان على استحداث وزارة جديدة خاصة بالمكون التركوماني وهو ما لم يحدث في الدورات الماضية إذ كانت البرلمانة السابقة تصوت على استحداث وزارات لترضية بعض القوى السياسية إلا أنها لا تشترط منحها لمكون محدد وانتقد ناشطون استحداث وزارة جديدة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والسياسة التقاشفية التي تعتمدها الحكومة ما جرى في جلسة البرلمان هذه يثبت مجددا أن الزعمات السياسية والميليشيوية التي تفصل القوانين على مقاساتها تعود لخرقها وقت ما تشاء وأن نظام المحاصصة يتغول يوما بعد يوم ليصبح الموجه الوحيد لتوزيع المناصب دون أي اعتبار للاستحقاق والكفاءة